المخلفات الحيوانية المصري قديم لما تكلموا عن القمامة بشكل عام كان محمود يسين قناعيا بدوره لما استخدم تدوير المخلفات الخاصة بالقمامة شفنا قد إيه ربنا كرمه أعتقد إحنا نقدر نقول على أي مخلفات سواء مخلفات نباتية مخلفات حيوانية دي ثروة قومية لكن إزاي نقدر نحصل استغلالها ونقوم بتدويرها أعتقد ده محتاج للكثير من المشروعات محتاج للكثير من العقول المصرية وإحنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حابانا بهذه العقول زي القامة المشرفة للنهاردة وهناخد منها الأفكار المطروحة بشكل قوي حتى نستطيع أن احنا نوفر الاقتصاد القومي المصري بتاعنا عملة كبيرة جدا نحاول أن ندخل إرادات مثل هذه المخلفات اللي بنقوم بتدويرها عشان نقدر نعمل عملية إحلال وتجريد زي ما بيقولوا في كافة القطاعات الأخرى إزاي نقدر نوفر تدوير أمسل المخلفات الحيوانية بتاعتنا أعتقد ده لها يتصدر يعني شعار هذه الفقرة كمان الأسباب الحققية وراء ارتفاع أسعار الدواجن إزاي ممكن نقدر نحاول أن نساهم بشكل إيجابي في أعادة الأسعار كما كانت من قبل وموفرها للمواطن البسيط ضيفي لطرح الكثير من الأفكار والموضوعات في هذا الحوار الأستاذ الدكتور محمد أحمد صالح رئيس الاتحاد الأفريق للدواجن وعضو اتحاد المصر لمتيج الدواجن أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك وصباع الخير على حضرات السادة المشاهدين ونتمنى أن نحن نقضي مع بعض فترة نلقي فيها الدوء على سروة مهدرة في مصر خاصة ويمكن هي سروة من ناحيتين سروة أن أنا أقدر أزود بها الدخل القوم المصري زائد أن أنا سروة أن أنا أقدر أدافع بها أو أعمل خط دفاع ضد المسببات المرضية اللي هي بتسببها لي القمامة أو حرق المخلفات الزراعية في الحقل والسحاب السوداء والمشاكل المترتبة على ذلك جميل جدا خلينا أبدأ معك يا دكتور وتدوري المخلفات الزراعية والحيوانية هل إحنا في مصر بنحسن استغلالها ولا لأ؟ لا بالطبع إحنا لا نستغل نصف في المية من المخلفات الزراعية ولا نستغل اتنين في المية من المخلفات الحيوانية المخلفات الحقلية اللي هي زي أش الرز أش الدرة تقليم الأشجار الحاجات دي كلها دي كلها بتبقى عبق على الفلاح ومش قادر يعمل بها حاجة إنما أنا أقدر أستخدم هذه المخلفات إنها بتتقطع وبتتكبس وبتعمل منها بريكتس بتستخدم في توليد الكهرباء إن أنا بحرق بيها الفراند بتسخن لا غير البيوجاز بنسخن بيها مية الماء البخار ده بيطلع بيشغل توربينات بيولد لطاقة وهناك قانون في الاتحاد الأوروبي إن لازم يكون 20% من الطاقة المستخدمة من مصدر حيوي مصدر حيوي يعني إيه؟ يعني جايا من الطريقة اللي بقول لحضرتك عليها أو جايا من البيوجاز برضو اللي إحنا لنا خبرة كبيرة قديمة فيها ولم نتوسع أفلناها على الاستخدام الشخصي يمكن وزارة الزراعة في السبعينيات عملت المديون وابتدت هذا الموديل تنشره في البيوت في الريف وكده إنه يقدر يطبخ من البيوجاز بحيث إن المخلفات العضوية في الحمامات بياخدها في البيارة والبيارة بتبنى بطريقة معينة إنه بيستخدم الغاز اللي هو طالع اللي هو غاز الميسان بيخش على البوتجاز ويستخدمه في الطهي وبالتالي كان بيوفر غاز يمكن الناس ما بتحبش وجع الدماغ عاوزة لحاجة السهلة حتى لو كانت أكثر كلفة لكن لابد أن نحنا نركز أن نحنا نعمل وعي بهذه الطريقة ولكن برضو لو إحنا فيه وعي مش هنقدر نستخدم 10% من الإمكانيات اللي موجودة برا فيه مراكز تجميع وعبارة عن بيارات بتتبادل مع بعض بيحط نوع من البكتيريا اللي هوائية مع المخلفات العضوية بتاعة الروس بتاع البهائم السبلة بتاعة الدواجن مع برضو مخلفات حقلية الحيوانات النفقة كل ده بيتحلل وفي درجة حرارة بتوصل لـ 80 لـ 90 درجة مقوية في اللحوات دي بينتج عنها الغاز بيتجمع الغاز الغاز ده بيعدي على فلاتر عشان بيبقى فيه نسبة مية وبيمشي في مواسير لتوليد لتشغيل مولدات كهرباء مولدات كهرباء دي تقدر تشتغل بالغاز أي مطور تقدر يشتغل بالديزل تقدر تشغله بالغاز وبالتالي هذا المطور يقدر يولد طاقة لـ 24 ساعة لو احنا عملنا المنظومة ويمكن الاتحاد الأوروبي بيدعم بيدي قروض بـ 2% بس أو 1.5% لمشاريع الطاقة في أفريقيا كلها وليس في مصر فقط ويمكن بك المعونة الألماني أم بدور ولكن لم يستفيد أحد من المستثمرين بهذه القروض ويمكن بلد زي نيجيريا استخدمت جزء كبير من المعونة دي بلد زي الكاميرون استخدمت جزء من المعونة دي أسيوبيا النهاردة بتستغل مخلفات المجازر لأنهم عندهم الصروة الحيوانية يمكن أغنى دولة في العالم في الصروة الحيوانية وعندهم مجازر كتير فعندهم مخلفات كبيرة جدا ساعدهم الاتحاد الأوروبي في عمل هذه المحطات لتوليد الطاقة خلينا أسأل حضرتك المخلفات الحيوانية وتحديدا مخلفات الخاصة بالدواجن كيفية استخدامها والأوجة والاستخدام المتعددة إزاي نقدر نستفد منها وهل هذه المخلفات من ضمن المشروعات الموجودة للتدوير هل نقدر نقول عليها من المشروعات الصغيرة المتوسطة أو متناهية الصغر بحيث أن نقدر ندعم بقى الاقتصاد القوم بتاعنا أو لا؟ بالطبع يعني إحنا عندنا مخلفات الدواجن بتنقسم لعدة أقسام في مخلفات من المزرعة نفسها اللي هي السبلة في نهاية الدورة زائد النافق اليومي الفراخ بيبقى فيه نسبة نفوق طبعية نتيجة حوادث نتيجة بعض الأمراض المخلفات دي أنا أقدر استفيد بيها يا إما أن أنا أعمل غاز أو أقدر أعمل لها رندرينج إعادة تدوير إعادة تدوير دي إنها بتتطبخ على درجة حرارة عالية تقوم تديني وتتجفف بعد كده تديني سماد غني جدا للتربة وسماد آمن الآمن ليه؟ لأنه عولج حراريا للفراخ النافقة للفراخ النافقة حتى لو كانت نفقة بمرض هي تتعرضت لحرارة بتتعرض لدرجة حرارة 200 درجة مقوية على ضغط 5 بار جوي فبتتعقم تماما يعني فأنا بستفيد من المادة العضوية اللي فيها المادة العضوية تحللت وبقت في صورتها الأولية وبتبقى سماد عالي جدا للأرض الزراعية جميل المخلفات معامل التفريخ قشر البيض الكاتاكيت اللي ما طلعتش اللي ماتت الجنين غير المكتمل كل الحاجات دي البيض اللي هو كل الحاجات دي أقدر أخذها برضو بنفس الطريقة أعالجها وتتحول لغزاء أقدر أعمله غزاء للحيوانات الأليفة وغزاء للأسماك يخش فيه علائق الأسماك بنسبة معينة بحيث أن أنا أزود نسبة البروتين أحنا عارفين أن الأسماك نسبة البروتين في الغزاء بتاعها لازم تعدي الـ 32% فأنا عندي مصدر حيواني كويس جدا ومعقم وأقدر أستفيد به بحاجة زي كده نيجي للمجازر المجازر بينقسم المخلفات بتاعتها عندنا دم نتيجة تعملية الدبح عندنا الريش وعندنا الأحشاء صحيح الدم ده سلعة غالية جدا والأرجل برضو يا دوك الأرجل ما بنعتبرهاش لأن الأرجل بتتاكل وبتتصدر للصين إنما إحنا بنقول الدم الدم قيمة تمنه في العالم السعر الدولي بتاعه 3000 دولار يعني طب ليه أنا مجففش الدم ده وفي المجازر الكبيرة اللي موجود فيها في مصر فيها خطوط إنها تتعامل مع الدم وتجففه وتحوله لمسحوق دم مسحوق دم ده بيستخدم في معامل الفكسينات معامل الفكسينات وسعره العالمي غالي جدا استخدامه ويه في معامل بيعمله عليه بينموا عليه البكتيريا يعني ده أحسن حاجة ينموا عليها البكتيريا ويزرعوا عليها البكتيريا عشان يشوف كفاءة الدواء أو الأمصال أو الحاجات زي كده اللي هي الميديا اللي بيبقى فيها دم بيستخدم الدم في علائق الأسماك وعلائق الحيوانات الأليفة يعني عشان تحفز الحيوانات الأليفة إنها للأكل فلازم يبقى فيه مسحوق دم وفيه زيت سمك عشان تفتح شهيته للأكل الجنبري الجنبري ما زرع الجنبري كلها تستخدم مسحوق الدم في الغذاء بتاع الزريعة بتاع الجنبري فدي سروة دي مهدرة صحيح الريش الريش بتعمله حاكتين بتعمله هيدروليزيشن اللي هي يعني بيشل منه المية وتحول لمسحوق وتحول لمسحوق بروتيني برضو يخش في علاءة الأسماك وعلاءة الحيوانات الأليفة ممكن أستخدمه أنظفه وأغسله وكده ويخش في عملية تنجيد المراتب وتنجيد الأساس وإلى آخره فدي سروة برضو غير مستخدمة بيحرقوها باقي الأحشاء والحاجات اللي زي كده بيطلع منها حاكتين بيطلع منها مسحوق لحن وبيطلع منها دهن الدهن ده عادي استخدامه كرافع للطاقة في العلاي بتاعة المواشي الفراخ الأسماك أو بحول الدهن ده عن طريق أجهزة أنه يبقى بايو ديزل يستخدم في الديزل الحيوي الجاز الحيوي اللي هو بيستخدمه في المواتير والعربات النقلة والمراكب بالحاجات زي كده ويمكن في أوروبا النهاردة كل محطات البنزين فيها مكان تملى به غاز عادي ديزل عادي أو ديزل مصنع مخلق من الحاجات العضوية ومنها الدهون بتاعة الدواجل بس حوق اللحمة برضو بيخش بتركيبات العلاق بتاعة الأسماك والحيوانات الأليفة يبقى دي سروة كبيرة جدا طب السروة دي مهضرة زي عندنا طب ما احنا بنقول في مجازر وفي ما بيعملوش كده ليه هم مش عارفين يعملوا ليه لأن النهاردة كان هناك مشكلة بعد صدور بظهور انفلوانزا الطيور في مصر في سنة 2006 من عشر سنين ودي هزت الصناعة هزة جمدة جدا في مصر فطلع قانون ان ممنوع بيع الدواجل الحية داخل المدن ليه عشان اقدر اسيطر على انتشار انفلوانزا الطيور وما يتنقلش من الطيور اللي هي في الاسواق للناس اللي موجودة وبتتعايش مع الطيور الحية دي القانون طبق بس لمدة ستة شهور وقامت بقى الثورة وكده وركنوا الخانون ولم يطبق بعد ذلك مصر في التوقيت ده من 2006 قدت قروض ودعمت صناعة الدواجل وطلبت من المستثمرين ان يعملوا مجازر والجيش كمان عمل مجازر في كل المحافظات هذه المجازر لا تعمل النهاردة ليه بقى ليه لان النهاردة المواطن بيروح يلاقي الفرخة الحية في السوق فطالما هو شاف الفرخة الحية هو مرتبط انه عايز تشوفها بتتدبح قدامه دون رقابة بيترية دون رقابة صحية ومحدش عارف ان الفرخة اللي اتدبحت قدامه دي هي اللي خدها وراح بيها البيت ولا لأ زائد ان المخلفات العضوية بتاعة ومنظومة الصرف الصحي معمولة انها تعالج صرف مخلفات ادمية وليس مخلفات زبح وبالتالي بتتبه في مشاكل في محطات الصرف وحاجات زي كده رغم كل ده فان فيه محلات للدواجن وفتحة وعندها تصريح وكله تمام ده خطأ احنا عايزين منظومة بلاد العالم كلها تخلصت من انفلوانزا الطيور بان ما فيش نقل طيور حية الى التجمعات السكنية طيور الحية كلها بتروح في المجازر والمجازر تطلع المنتج بتاعها مبرد عشان يبقى ياخد الناس تاخد فراخ طازجة احنا عندنا مشاكل بقى شبكة التبريد اللي هي العربيات والنقل دي فيها قصور اطورها مش عالج القصور بحاجة غلط فانا لازم اكمل يعني كان هناك مشاريع من مجلس الوزراء ووزارة البيئة ان تحويل كل المحلات دي لمحلات نظيفة تبيع فراخ موردة ومجازقات فراخ وبالانتفاق مع الشركات الكبرى بس الموضوع ده يعني دخل الادراج نتيجة عزوف الناس واصرار محلات الفراخ انها تبيع فراخ حية في الاسواق والناس ان انا اشتري الفراخة صحية والفراخة طازة افضل من انا اشتريها مجمدة لان معندهمش ادراك كم منهم ان الفراخ اللي هي الطازة دي زي تقييم اغزائية افضل من الفراخ اللي هي المجمدة حلو ما انا هدهاله طازة برضو بس هو لازم زي ما كان في حملة زمان وحملة نكحة جدا وكل بيستاشت بيها صحتك في العلبة دي بالنسبة لقلبان لازم يبقى فهناك حملة من اتحاد الدواجن ومن منتج الدواجن صحتك في الفرخة دي تماما فلازم دي لان لازم نستعرف ايه الفرق وايه القيمة الغذائية اللي انا بديهاله وطريقة الدبح بتاعتنا بتختلف عن حتى الفراخ المستوردة وكده وان دي طريقة صحية وسليمة ونفس القيمة الغذائية ونفس القيمة الغذائية من وزارة من الطب البطري ومن الوزارة الصحة انها من الفرخة اللي في السوق دي مين اللي بيرقب عليها محدش انا شفتها هو دخل دبحها جوه ونظفها جوه هل هو جابها لي تاني ولا جاب لي حاجة من جوه تاني وده بيحصل كتير حتى ممكن ده يعني خلينا شوية نتجنب الارتفاع بتاع الاسعار الخاص بالدواجن بالتأكيد ده من النقط اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة المشاهدين كلهم بيتسألهم احنا النهاردة الفراخ غلت في السوق وسط 30 جنيه 30 جنيه طب احنا عايزين نشوف المنتج هل المنتج النهاردة بيكسب لا المنتج ما بيكسبش طب سبب ارتفاع الاسعار يعني كل الناس تقولك دلوقتي يعني الدواجن او الفراخ كان نسب يعني الملجأ الاساسي لها بعد ارتفاع اسعار اللحوم دلوقتي لما الكيلو وصل 30 جنيه مين السبب هل السبب المنتج هل السبب التاجر هل السبب المربي هل السبب مين بالضبط يا فنه خلينا نرجع لورا شوية تمام من شهرين 3 فات وكان كيلو الفراخ ب14 جنيه وب13 جنيه اقصى حاجة 15 جنيه صحية كويس في المزرعة وكان بتبع في السوق ب22 جنيه 23 جنيه 25 جنيه فهي معادلة معادلة غير عادلة معادلة غير عادلة لإيه عدم العادلة فيها ان المنتج بيعد شهرين وبيكسب انكسب وفي معظم الأحوال في الفترة الأخيرة دي بيخسر وبيجي التاجر اللي بياخد الفراخ والوسطاء وبتوصل في النهاية فإحنا لازم الحلقة دي نتطفق علينا برضو دول ناس عاوزين يعيشوا بس يعيشوا لابقى لازم نعمل المنظومة ننظر المنظومة بالزبط كده المفروض زي ما بنقول بنحط هامش ربح لساحب المزرع يبقى نحط هامش ربح للحلقات الوسيطة حتى تصل لمساجر صحيح لو أنا عاوز أسيطر على هذا الموضوع يبقى كل الفراخ اللي موجودة بتتربى في المزارع تدخل مجازر وتجمع تخش المجازر المجازر النهاردة كلها وقفة عطلانة والناس مش عارفة تشغلها ليه؟ لأن محتاجة تفعيل القانون أنا بطلب أن حتى الخوات المسلحة تعمل بادرة وتشغل المجازر بتاعتها اللي هي برضو وقفة وعملها في كل المحافظات يعني يمكن في 2006 بعد 2006 ومشكلة انفلوانزة الطيور كان عندنا مصر عندها طاقة دبح 20% من الانتاج بتاعها احنا عندنا الوقت طاقة دبح 120% من الانتاج بتاعنا فاحنا عندنا طاقة الدبح دي فلوس مهدرة وتكلفة عالية جدا ولا تعمل لأ ده انا هوفر فرصة عمل كبيرة جدا لعدد كبير من الشباب هأمن السوق هأمن البلد ضد تطور انفلوانزة الطيور هنزل الاسعار هجمع المخلفات في دراسة معمولة في الزرط الزراعة سنة 2002 من هولندا جم درسوا موضوع قالك مصر بتخسر ايه في سنة 2002 كنا بنخسر 475 مليون دولار اهدار بس للمخلفات اللي هي مخلفات محلات الدبح دي وما تسببه من مشاكل وامراض ومشاكل في الصرف الصحي 475 مليون دولار في سنة 2002 سنويا والدراسة موجودة وموجودة في وزارة الزراعة فاحنا بنقول ياريت احنا كلنا نتوافق مع بعضنا عشان نحل ونقدر نوصل نحل لمشكلة ان احنا نوصل ارخص بروتين حيواني موجود اللي هي في صناعة الدواجن للمستهلك في مصر طيب عشان نطمن المواطن اللي يشوفني دلوقتي هل الارتفاع المتزايد كل شوية وتحديدا في اسعار الدواجن هيستمر ولا ممكن فترة وهيرجع تاني المعدل الطبيعي اللي هو 22 23 24 25 جنيه هو حضرتك في المزرعة الوقتي ب20 جنيه في مزرعة ب20 جنيه ب20 جنيه وما ليه ب30 و35 ده السؤال بقى حضرتك اللي احنا بتقوله الحلقات الوسيطة اللي هي بتوصل السعر اللي هزا لازم ندور ازاي نكسر دايرة الاحتكار دي ما فيه فيه هيئة كبيرة عشان ممارسة الاحتكار ما تهي تبص تحل الموضوع ده ده انتم هتساعد المنتجين وهتشجع المنتجين انهم يشتغلوا اكتر ليه لان المنتجين مش قادرين بيبقى بنهاية الدورة وعاوز يبيع عشان يزدد الفلوس اللي عليه وكده بيبقى مضطر انه يبيع بأي سعر الرجل اللي بيفرضه عليه التجر اللي بيفرضه عليه لا احنا النهاردة لازم نتكتف كلنا ونتكتف مع التجار ونقعد معهم ونقول لهم يا جماعة بس هذا الكيان هلامي وملوش ملوش شكل عشان نقعد نتكلم مع نتكلم مع مين ولا مع مين ولا مع مين فدي الحل الوحيد ان احنا توجد البديل والبديل في فرض القانون وتطبيقه ودبح كل الانتاج عشان يبقى عندي حتى سيطرة لو في مزرعة فيها امراض او كده ما تتدبحش تتعدم وعود صاحب المزرعة اديلي فلوس ومنشورش امراض في البلد ده طبعا متطلب ايضا تكاتف المواطن بايه تجديد الثقافة عنده ان الفراخ المجمدة ان انا بتبحها في المجازر بتاعتنا احنا والمدبوعة على الطريقة الاسلامية زي ما بيقولوا لا تقل تماما من القيمة الغزائية عن الفراخ الصحية اللي انت حدك بتروح تشتريها لا ده بالعكس ده انا عاوز اقول انها اعلى قيمة واكثر صحة ليه مضمونة احنا بنمر بمراحل علمية في الدبح يعني الفراخة ما بتتدبح بتتدبح بتخش مية سخنة بدرجة حرارة معينة درجة الحرارة دي من خمسة وخمسين لستين لو زادت عن ستين درجة مقوية وطبعا الفرارجي ما عندوش مقاس بيقيس يبقى فيه مشكلة في الفراخة الفراخة بتتطبخ شوية معاها تقلق قيمة الغزائية لو قال عن خمسة وخمسين الريش بتاع ما يطلعش كله في الرياشة فإنما ده أجهزة على درجة كبيرة من الدقة بتقيس درجة الحرارة وبتشتغل بالبخار عندي حاجة تانية بعد كده بعد ما بتتنظف من جوه كده بتخش درجة حرارة أربعة درجة مقوية سواء بالتبريد بالمية أو بالتبريد بالهواء تمام ده ما بيعملوش الفرارجي فالدرجة الحرارة أربعة مقوية بتقلل أي يعني في بكتيريا موجودة في الفراخ فالعد البكتيري في الفراخ بيقف البكتيريا لا تنمو في درجة الحرارة فبالتالي الفرخة تبقى صح لو خدنا عملنا عد بكتيري في الفرخة اللي ما تبقى عند الفراجي انت بتاخدها منه بتبقى سخنة الفرخة لازم تخش صدمة حرارية درجة حرارة أربعة عشان تنشف وعشان العد البكتيري يقف العد البكتيري ده بيزيد بقى في الفراخ اللي جاي من عند الفرارجي لو أنا خدت الفرخة دي وعدتها شواء في البيت وجيتها دخلها الفريزر أجمدها هلاقي وانا بفكها هلاقي ليها ريحة الريحة دي من النمو البكتيري اللي كان في الفترة من ما بعد الدبح لغاية ما أنا دخلتها حطتها في التلاجة أو في الفريز كلام ده ما بحصلش في الفراخ المتبوحة التزجة أو المجمدة طيب درجة تاني لمنظومة الاستفادة من المخلفات الخاصة بالدواج وأعتقد زكارت من شوية أن كل حاجة من المخلفات بنستخدمها في طريقة وبنستخدمها في كل الأشياء يعني في مجراءة أمور حياتنا حاجة بنستخدمها في الزراع حاجة بنستخدمها في المزارع السماكية وأيضا العديد من الأغراض الأخرى طيب لي ما يكونش في منظومة يفادم تدعم استخدام المخلفات النتيجة من الفراخ وبشكل كبير جدا خاصة في هذا التوقيت إحنا بنشكل دلوقتي غلاء ارتفاع أسعار الدواجن فظل أن إحنا عندنا بعض الأشياء اللي إحنا ممكن ندعم بها عفواً هذه الصناعة بشكل كبير المنظومة دي زي ما بقول لحضرتك هتشتغل فقط عندما تعود المجازر الدواجن أنها تعمل بكافة طاقتها لأن النهاردة أنا أعرف شركات كبيرة عملت المسالخ بناتها ومشتغلتش خالص في شركات بتشتغل بخمسة في المئة من طاقتها يعني عشان تبقى متواجدة في السوق إنما النهاردة لأنه هو بينتج وبيخسر في المنطق بتاعه نتيجة إن الناس كلها بتروح للفرخة الصحية ومبتاخدش الفراخ اللي هي عدد قليل جدا من الناس اللي هي بتاخد الفرخة المتبوحة الفرشة أو المجمدة طب الجهات اللي ممكن تخدم الموضوع ده في حيث إن هم يقدروا يتضامنوا مع بعضهم البعض ونقدر نوفر كل هذه الدخل والعائد من المخلفات وتدرها بشكل كبير يعني الجهات إحنا كان فيه اجتماع يوم الخميس اللي فادت في وزارة الزراعة مع الإدارة الجديدة للسروة الحيوانية ويعني الاجتماع كان مباشر بالخير واتكلمنا برضه على الاستخدام إن احنا نجمع مخلفات الدواجن والنافق بتاع المزارع إن احنا نتعامل بهم بصورة حضرية لأن المزارع بياخد صاحب المزارع بيعمل إيه بياخد الفراغ النفق بيرميها في أي مجرى مائي بعيد عنه تيجي تبص وده بيعمل تلوز وبترجع له وبترجع له بطريقة أو بأخرى أو لجيرانه وده بدخلنا في حلقة مغلقة ومشكلة التلوز خلال نقول زي ما قلنا من شوية لحضراتكم إن عندنا الامكانيات وعندنا القدرات وعندنا المواد الخام اللي احنا فعلا واستغلناها لاستغلال الأمثل نقدر ندعم الاقتصاد القومي المصري بتاعنا ومن أهم الأمثلة المخلفات النتيجة من الحيوانات أو الدواجن يمكن في هذه الفقرة تناولنا مع حضراتكم لاستخدام الأمثل وتدوير المخلفات قد يجينا إزاي نقدر ندعمها ده اللي احنا محتاجين وزي ما أكد الدكتور مشكورا قال إنها منظومة لابد أن يكون لها ركاز أساسية ركاز الأساسية هو أعادة المنظومة الخاصة بالدبح بالمجازر المخصصة بها واللي تم إنشاءها بشكل كبير جدا من قبل قوات المسلحة أعتقد ده لو تم تطبيق هذه المنظومة هنقدر نوفر لعمل صعب هنقدر نوفر كميات كبيرة جدا من الدواجن ده هنعكس على السعر بتاعها بشكل يناسب المواطن البسيط وهنقدر نستفاد كمان من هذي المخلفات باشكر حدق جدا ضيفي العزيزة المحترمة والأستاذ الدكتور وأنا كنت عاوز أضيف حاجة فاضل يا فان يعني من الحاجات الطريفة اللي هي في صناعة الدواجن إن الصين بتاخد رجلين الدواجن والناس كلها بتعتقد إنها بتاكلها آه يبتاكلها بس هم بيستخلصهم منها مادة الكولاجين اللي هو بيستخدم فيه أغراض طبية كتيرة جدا العرف بتاعة الدواجن ده بيستخدم في جراحة في التجميل في مادة الهيلورينيك أسد اللي هو موجود مركز في العرف بتاعة الدواجن بياخدوه اللي هو بتحقن تحت الجلد عشان التجعيد والحاجات دي أو بتحقن في الركب عشان خشونة المفاصل وكده سبحان الله اسمه الهيلورينيك أسد فديم الحاجات برضو يعني إحنا عندنا حطين إدنا على الكنز بس مش عارفين إن إحنا عندنا كنوز يعني في وبنرجع نستوردة يعني حضرتك فيه حاجات كتيرة يعني مثلا إشرة الطماطم دي بيشتروها بره بالطن عشان بيستخلصوا من كل طن مثلا أربعة جرام مادة معينة هي العلاج الأمثل لسرطان البرستاتي يعني فيه حاجات عندنا كتيرة جدا عندنا وعندنا يفندي بالميكانيات والمهارات بس نعمل يا ربي في التطبيق إن شاء الله على أرض الواقع لإنتم لكوا دورك أعلام على توعية المجتمع وتوعية الأجهزة التنفيذية إن إحنا نقدر نجمع خبرتنا كلها مع بعض من أجل صالح بلدنا مصر ونتمنى يا ربي من الأجهزة التنفيذية تقوم بتطبيق مثل هذه التجارب على أرض الواقع شوك عليك ضيفة يا عزيزة الدكتور محمد أحمد صادح رئيس الاتحاد لأفريق الدواجن وعضو الاتحاد المصر المتيجة الدواجن شكرا لك أفد شكرا لك أفد شكرا لك أفد شكرا لك